هذه واحدة من أقدم السيارات في محافظة حضرموت وربما في اليمن والتي يملكها سالم الحبشي متجولا بها في شوارع مدينة سيئون ستون سيارة كلاسيكية استطاع سالم جمعها منذ 1997 في متحف أسماه متحف اليمن للسيارات الكلاسيكية هذا المتحف يحوي العديد من السيارات القديمة التي كانت لتجار وملوك وصلاطينة وأثري حضرموت كما يقول سالم لكل منها حكاية وتاريخ ارتبط بزمان ومكان المنطقة وملاكه الأوائل كهذه السيارة الأقدم في المتحف والتي يعود صنعها لعام 1938 متحفنا يحتوي على 60 سيارة جديمة أبدامها موديد 1938 السيارات اللي معنا هي سيارات السراطين العلماء الأثرياء بعض من السيارات البريطانية مولك بريطاني مثلا تول عندنا سيارات بريطانية هذا الكلام نجيبه نسمعناه من المهندسين القرامة يقول سالم الحبشي أن هذه السيارة صنعت في العام 1952 وهي من نوع ويلز وتعود للملك فيصل بن عبد العزيز والتي أهداها لأحد سلاطين حضرموت أما هذه فكانت للعالم الأمريكي ويندل فليبس وهي ضمن 13 سيارة صنعت في منتصف القرن الماضي خصيصا لاكتشاف الآثار كثير من اللي زارون نحن من الأقانب ومن دول الخلي وأهل البلد سيوون كلهم يزورون نحن دايم وفرحاني بمتحف أنه في سيوون والحكومة وعرفنا نحن بأشياء كثيرة من ضمنها بنى متحف ما نفذه ما قدرنا نتابع وضع سيء أنفق سالم الحبشي معظم ثروة يسرته لشراء هذه السيارات كما وعده النظام السابق ببناء متحف خاص بمكتنياته إلا أن هذه الوعود كانت حبرا على ورق بعد أن تكبد خسارات كبيرة في شرائها كما يأمل من الحكومة الحالية أن تبادر في دعمه ومساندته حتى يتسنى له إنجاز المتحف الخاص بعد أن مضى على تأسيسه عقدين من الزمن هذه هي سيارة السلطان حسين بن علي الكثيري التي كان يقودها في شوارع مدينة سيئون بمحافظة حضرموت لكنها اليوم صارت من الماضي ومن مكتنيات الزمن الجميل ضمن هذه التوليفة من السيارات التي استطاع سالم تحويلها إلى متحف خاص بمؤدلات السيارات العتيقة حدد مساعد قناة بلقيس سيئون حضرموت